إن أرضكم قد تحررت بالكامل وأن مدنكم وقراءكم المغتصبة عادت إلى حضن الوطن سنوات مرت على استعادة السيطرة على مدينة الموصل عسكريا لكن مشاهد الدمار والخراب ما زالت تخيم على العديد من مناطقها وزقتها القديمة ومرافقها العامة حرب ضروس أدت إلى تعرض البنى التحتية الأساسية لدمار وصل إلى 80% بينما تلاحق شبهات الفساد مشاريع الإعمار إذ ما تزال أغلب المستشفيات والمدارس والبنى التحتية مدمرة نهيك عن الفوضى وسوء التخطيط في تنفيذ الأولويات التي تهم أهل المحافظة وبحسب وثائق حكومية فإن المبالغ المصروفة لمشاريع نينوى وصلت لأكثر من 6 تريليونات و128 مليار دينار أي ما يعادل نحو 4 مليارات ونصف المليار دولار فضلا عن أموال كبيرة خصصتها دول ومنظمات أممية لإعمار المحافظة ومع ذلك لا يزال الجانب الأيمن من مدينة الموصل ومعه أغضية ونواحي في نينوى غارقة بالأنقاض ويقول ناشطون إن غياب الشفافية والرقابة الحقيقية في كيفية صرف تلك الأموال فتح الباب أمام حرب التصريحات بين مسؤولية المحافظة بشأن الأموال التي خصصت لنينوى والتي لا تتناسب مع حجم الإعمار المنجز على الأرض ما يعني أن الفساد السياسي هو السبب وراء التكتم عما يصرف من أموال وتضارب تصريحات المسؤولين بشأن الهدر الكبير في صرفها لا يقف الأمر عند هذا الحد فأعداد كبيرة من سكان نينوى ما زالوا مشردين في مخيمات النزوح إما لأسباب تتعلق بعدم تأهيل مناطقهم أو بسبب غياب الأمن في المحافظة التي تسرح فيها الميليشيات وتهيمن على مفاصلها الأمنية والاقتصادية كل ذلك جرى على الموصل والمتسبب لم ين للعقاب حيث خلصت اللجنة النيابية المكلفة بالتحقيق بسقوط المدينة إلى أن نور المالكي وخمسة وثلاثين مسؤولا آخر هم السبب بكل ما جرى على المدينة إلا أن النتائج ظلت حبيسة الأدراج ولم ينل أي من الجنات عقوبة ما اقترف من جرائم بحق ثاني كبرى محافظات العراق